روش عنده ورطة وعيدينك تساعدوا فيها دلوقتي ان شاء الله في التصفيات في مارس مع السنغير هيختار مين الشناوي ولا بو جبل لهما الاتنين جاهزين وبنفس الجاهزية والله بص يا دي بتبقى حيرة للمدرب بس في نفس الوقت بتبقى حاجة كويسة لان انا ايا كان اختياري يعني لو اخترت الشناوي انا مش قلقا من اي حاجة بالعكس هكون مبسوط بختار واحد من افضل الحراس اللي موجودة في افريقيا لو اخترت ابو جبل برضو هكون مبسوط لان انا برضو بختار واحد من افضل الحراس اللي موجودة في افريقيا على الاقل في هذا التوقيت قدر بشكل سريع ان هو يقدم نفسه بشكل كويس واستغل فرصة اصابة الشناوي لكن في النهاية انت هتدوري على المصلحة العامة ومن هنا لحد شهر مارس ما تعرفيش الظروف الله اعلم هل الشناوي هيظهر بشكل كويس وبطول الكاس العالم للاندية هل هيعود من الاصابة سريعا هل ابو جبل لما يشتغل مع الزمالك في الدورة هيقدم مستويات كويسة لكن انا بشوف ان احنا ما فيش وقت يعني اسبوعين وهتلعب يوم تلاتة وعشرين المباراة الاولى امام السنغال وبالتالي ممكن يكون القدر اشاء ان احنا نخسر المباراة النهائية عشان ما نفرحش دلوقتي ونزعل بعدين ممكن يكون ربنا شايل لنا فرحة في النهاية ان احنا نروح بطول الكاس العالم وده بالنسبة لي اهم بكتير من البطولة الافريقية ان انت توصالي الاعلى المراحل بالنسبة كرة القدم وهو المشاركة في بطولة بحجم بطول الكاس العالم وشوفنا قدمه انتخب مصر كان ليه قيمة كبيرة جدا بمجرد وصوله لمنديال روسيا بعد غياب تمانية وعشرين سنة حابب ان انا اتكلم على ابو جبل كده في حتة صغيرة ابو جبل ده بيدي مثال ومثال حي للاجيال الصغيرة والاجيال اللي موجودة دلوقتي واللعيبة اللي موجودة ان كرة القدم اصرار وعزيمة وروح وقلب وثقة وان انا يبقى عندي انكار ذات وان انا يبقى عندي الطموح والرغبة ان انا اثبت وجودي لان ابو جبل من شهر تقريبا ما كانش موجود في منتخب مصر وتم استبعاده من البطولة العربية في ظل وجود الشناوي ومحمود جاد ومحمد صبحي بنان على القدر اللي حب او ربنا حب كده ان هو يكافؤ على مجهود والفترة اللي فاتت الشناوي تصاب في ظروف معينة ولعب ابو جبل بدلا منه كان ممكن ايه لعيب تاني لو ما عندوش الثقة وما عندوش الهدف والرغبة والاسرار ان هو يكون موجود كان هيهتز ومش هيظهر بالشكل الكويس الا ان هو ظهر بشكل جيد وما حسناش خالص بفرق اه ما بينه وما بين الشناوي فعشان كده قلت ان ابو جبل موقفه اه لازم الناس تتعلم منه درس ما ينفعش ان انا ارمي الفوطة ما ينفعش ان انا النهاردة كان مدرب بستبعد لعيب ان العيب بقى يقول خلاص انا كده بعيد او انا مهما عملت مشا لا الكرة احداثة سريعة فبالتالي ما حدش ييقس والناس تاخد من الامثلة دي تاخد منها اه اتعاز ان لا لازم اتعلم ولازم ااخد خبرات من هزا الكلام يعني يبقى في كرة تشتغل عن نفسك وتزبر واول ما يجي لك فرصة تمسك فيها لان الكرة دلوقتي مش فنية الكرة دلوقتي حيثياتها بقت مختلفة تماما العيب النهاردة بيحاول على قد ما يقدر يستسمر في نفسه بشكل كويس لان احنا في مصر يعني بأمانة شديدة ما بنعرفش نتعامل مع هزا الامر بمعنى ان انا لعيب ببقى مكسر الدنيا بمجرد ان انا بعت بس عن الملعب مطشين تلاتة او مستويه اللي مطشين تلاتة ما حدش هيسمى عليك فطول ما انت واقف على رجلك وطول ما انت متصدر المشهد ومكسر الدنيا لازم تستغل وتستسمر في نفسك بشكل كويس في نهاية لقاء انا بنشكرك يا كابتن ومبسط لك ده موجودك معنا ونتمنى لك دايما التوفيق يا رب انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك النهاردة وهتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجة كويسة للناس يعني شكرا لكم متابعينا ونلتقي في لقاءات اخرى ان شاء الله شكرا لكم